سائل يقول ذكرت أن الناس ثلاثة أصناف عامي وعالم ومجتهد مطلق عامي وعالم يعلم الأدلة والترجيح يعلم الأدلة والترجيح يقول حسن الله إليكم ماذا عن طلبة العلم في أي الأصناف الثلاثة طلبة العلم أنت تنزلهم هل هل هم عوام ولا يعرفون شيء أو أنهم علماء ويعرفون الأدلة والترجيح أو أنهم من أهل الاجتهاد المطلق ما فيها حدا الآن فيما نعلم من أهل الاجتهاد المطلق إنما يكفي أن يكون عالما بالأدلة والترجيح والأخذ بالراجح نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لأن الاجتهاد المطلق له شروط فرها الوصوليون لا تنطبط على كل أحد نعم ترجمة نانسي قنقر